اشتركوا في القناة ما دام ما اخديناش الحق ديالنا 48 سنة كلها الجرح وما زال هذا الجرح والسبب اشن هو لحد الان ماذا كانت سألوا اشن هو السبب واش حيت حنم غاربا اسم سعودي 48 سنة واش باقي الجرح قائب انا انا كان عيش من 75 انا كان عيش باقي الجرح جس في تخوه ما تيزي معمولي نسيت القاضية والدابر اللي كان ناضل عليها حتى نموت كل نهار كل نهار انا الهدف ديالي باقي القاضية تنسات بغت تقبر بغت نحييها مش بوحلي دابا كانتو شقع للشريحة ديال المطروضين والاخوة المغاربة لقيتنا الناس ديال تمانين وتسعينات والفينات ما عارفين شعلين التحاجة 48 سنة كلها جرح وما زال هذا الجرح سواء اللي توفى والله يرحمهم بالمعاناة والدواء معهم سواء احنا كأطفال اللي جينا وكبرنا بالمأساة والكالجرح عامق اللي معمره يتغير وهذا الجرح كيعيش معنا يومي خصوصا انه وعشنا المأساة قبل الطرط وبعد الطرط وبالتالي معمره لانه فيه جرح عاميق فيه جديدات من الأسر فيه الأمهات ديالنا والأباء ديالنا اللي عانوا بشكل كبير وحنا كنا في الطفولة كنحسوا بهذا المعاناة وعشنا بهذا المعاناة وهذا ولي كيخلينا انه كان ناضلوا ونترافعوا لهذا الميلف من داخل ديالنا من الدواء ديالنا وكاع جميع الضحايا تحسوا لغاية انه كين ناس كل ما كيجي هاد الميلف اللي كي تدرفهم البوكاء لانه لانه جرح عاميق جرح عاميق اللي فقد الأبناء دياله الأم اللي فقدت الأبناء ديالها جرح العاميق اللي فقدهم على اساس انه الأب قتم أو الأم قتم أو سواء جاوا وخلاوا واحد الأعضاء اللي لحد الآن بفقودين مشي سهل وبالتالي جرح باقي مستمره الجرح عمره ميت لسا لانه عاميق جدا ولن تستطيع الأيام أنت محواهو مادام ما خديناش الحق ديالنا طانك جوستيس نبا فات عمره ميت لسا هاد الظلم لأن احنا سوتو اللي بقى فينا ماشي احنا ونتي وانكور جون بوان جافي ساز ان جم مغابل وعاقل على دكش اللي وقع لنا بحل دكش البرح ولكن اللي قلمنا كتار واتر فينا كتار وهم الوليدين ديالنا اللي ميزو على لالجيري هاد لالجيري اللي انقرات اللي ما كتارطرفش بالجاميل رغم جميع التضحيات اللي قدموها المغاربة من أزل الجزائر ويون بلوش دو سا كنا عايشين تماك بوحد طريقة اللي زعمك كنا انسو سنتي بوكو بلوص الجغيين كو ماروكان كنا كنا عطبرو جزائريين عايشين تماك ما مكاش موشكيل واختارو الوقت المناسب بنسبة ليهم ما عطش حيث لا علاقة لهم بالدين والأحاسيس دياله لأنه جو حتلعي الكبير وهزونا بدون سبق انضار زعمك يعلموك يعطو كل وقت ديالك على الأقل غيت مشي تقول بسلامة الجيران ديالك تبيع الممتلكة ديالك داكو تودع الوسط اللي عشتي فيه هم اللي جو ينوزون ديغاسيني قلعونها من الأرض مشي زعمك جو ودكشي بشوية بشوية وخلونا نمشي بخاطرنا وسبب اشنو هو لحد الآن ماذا كانت سألو شنو هو سبب واش حي تحنا مغاربة ضوك هذا هو السبب السبب الواحد بحل انتقاء من المغرب هذا الجرح بقي فيه اخوة ثمية وعين سنة لانا مقلش نسو هذا لانا باش تهزم دولة تلو حال دولة وفو حد الظروف اللي هي ممتلك ما امعتشي واحد مقلش نساتش بعد 48 سنة شنو هي الرسالة ديالتكم سواء للحكومة المغربية ولأيضا حتى النظام الجزائري الحكومة المغربية لا بد أن تتبنى هذا الميلف تبنىه على المستوى الرسمي كحكومة كديبلوماسية رسمية وكديبلوماسية برلمانية وكجمعية حقوقية وكأحزب سياسية هذا ميلف وطني يريد راديه في القضية الوحدة التورابية وبالتالي حدث الطرد وقع بمناسبة استرجاع المغرب الأقلي بالجنوبية 45 ألف عائلة نصف مليون مغربي لعدد هائل الصحفة ما قسرتش الضوء عليه حنا كنحاول نركزه على المعاناة ورد الاعتبار لهذه الناس إذن نداء لدينا الحكومة والدولة المغربية تبني هذا الميلف على الصعيد الدولي وهذه توصية أممية اللي استراتف 2013 و2023 على المغرب أن يتخذ جميع التدابير على الصعيد الدولي والترافع عليه بالنسبة لجزائر وصمة عار على جميل جزائر جزائر اعترفت ضمنيا كتابيا بحادث الطرد عليها الاعتدار أول حاجة الاعتدار لأن من حرر تلك الأرض أم المغربة الذين قام النظام الجزائر بطردهم فهي وصمة عار هناك أحرار جزائر يعترفون ويتأسفون لكن على النظام الجزائري أن يعترف بإخطاره وأن يسلك نفس المسلك الذي خداه المغرب في لجنة الإنصف والمصالح المطلب ويعترفون جزائر بأن هرتكب الجريمة للإنسانية في حق المغربة 350 ألف المغرب الذين تردو لأن لماذا نسميها جريمة حت الجريمة حت نحن يقولون جريمة لا نسل نحن 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 بطريقة. هذا يسمى فرصي. لأن يكون مدرسة من اقتراضي نتواجد. لا يوجد ورق وطارق. نحن نتواجد بطريقة الزجائرية. كل شيء. كنا قانونيين. لا يوجدوا في الزجائرية. فرصي يجب أن نتواجد بطريقة الزجائرية. سلوكي في حنا نتواجد بطريقة الزجائرية. وعمرنا ما كنا كنا نجيو إلى المغرب عمرنا ما نجينا إلى المغرب مشي كان كنا نجيو إلى المغرب ببلادنا ولكن انت ماروكا ولكن عمرنا فكرنا باش نجيو إلى المغرب يعني قولوا بدل شينهار غادي نجيو تماما خصاة عطار بالغايلات اللي دارت وتعود الناس على الأضرار المادية والمعنوية لأن الأضرار المعنوية والله سيدي معدها قيمة راهزة سيانك روايب راهداك الشيء غادي يكون فاضع جدا ونحن لا نجيو إلى الحق ديالنا ونحن نجيو إلى عدة أسباب أهداف ديالجمعية عندها أهداف من غير التعويض أعرف بالقضية بهذا الجريمة لكي لا يتعاوش لكي لا ترتاكب لكي لا ترتاكب كي لا ترتاكب لكي لا ترتاكب هذا هو الهدف ديالجمعية ديالنا هو إنساني أكثر مما هو حقوقي أنا رأني دابا مستعد نعطي قاعدك الشي العمر ديالي اللي بقاليا مستعد نضحي بيها وما كان ستنا تاشي حاجة أنا كان ستنا غربي يجزيني على دوك الوالدين ودوك الناس اللي كانوا في شنراسيون الأولى اللي ضحاوا بالغاني والنفس ماتوا مشاو مساكين إحنا دوزيام جنراسيون سحاب سيكونت نف أنا سويني ومين نفسهم سيكونت نف سيكونت نف سيكونت سيكونت بات ومساكين دوزيام جنراسيون بدات كتن داتر وإذا بحنا شنو كنديرو لما ما غديش نوصلوا لما ما غديش نوصلوا لأجيال الجاية والأحفاد ديالنا والأولادنا ودك شي غسومي دي يخدوا لاغولاف غسومي ضحيظ وإحنا بغينا نوصلوا بغينا الجمعيين اللي غدي تكرية نقولها لهم يسمعوني بحض غدي يسمعوني الله يخليكم ديروا القانون احتاروا الدستور احتاروا الحرية العامة وديروا القاعدة جماهيرية وديروا المكاتب بطريقة ديمقراطية وبجموع العامة واحتاروا المستارة ديال الجمعية أنا بالنسبة لي مكنسة النوال ومجزائر بحيث علاش هاوما 48 سنة وباقيين كي يقسموننا بلادنا باقيين يريبون الاقتصاد ديالنا وباقي يشردوا الشعب المغربي كامل منهم هذوك اللي دافعوا جوند اللي دافعوا في الصحراء رحمته بزاف وخلوا احتشاردوا الناس وكل مركي قتلوا رحم بكري من 75 تعرضوا كان عيالات تعرضوا للاغتصاب وكان الناس تعرضوا للتعديب دوك الناس اللي كانوا مشور كونسيلاجينغال ديو مغوك في أورون أنا كنت وفى في وارن كلهم كانوا يجو حضروا العيد العرش خساما بالله إلى الدوم كلهم دوزوهم في شطونا في عدبهم اشتركوا في القناة